مساء الخير أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم اتفاقيات ثنائية ومتبادلة واجتماعات مختلفة اليوم مصر مع الجانب الأسباني وخليني أبدأ هذا الخبر المهم جدا من زيارة رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز بيدرو سانشيز النهاردة في ضيافة رئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام باستقبال رئيس الوزراء الأسباني والحديث عن التعاون المشترك بين البلدين عايزة أقول له حضراتكم مرة تانية وتالتة وربعة احنا أصبحنا دولة مهمة للغاية يسعى إليها الجميع الكل يأتي إلى مصر كل العالم يأتي إلى مصر الآن ليه؟ أنا عايزة يعمل معاك اتفاقيات عايزة يعمل معاك تبادل تجاري عايزة يستمر في العلاقات الثنائية ويقوي العلاقات الثنائية بين البلدين وعايز أيضا أنه يكون له نصيب من الاستثمار عندك لأنهما جايين وجايبين مستثمرين علشان يشوفوا المستقبل في مصر عامل إزاي اللقاء الثنائي أيضا دائما عندما يتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مصر الدائمة والهمة حول القضايا الرئيسية وكان النهاردة أيضا قضية سد أثيوبيا أحد هذه القضايا التي تم النقاش فيها وطرحها وأكد الرئيس السيسي أن هناك شبه اتفاق أمش شبه اتفاق هناك اتفاق على الرأي المصري بأهمية وجود اتفاق قانوني ملزم مع الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة وأن أسبانيا تدعم هذا الموقف بشكل كامل